مرحبا معكم كارمي شماس كيف وديكون اليوم الجمعة 29 ديسمبر اليوم الامر موجود ببرش الاسد لفترة 30 ايام يعني الجمعة السبت والاحد حتى الساعة 2 بعد الظهر توقيت بيروت بعد انكن مجالة تسمعوا برشكن الاسبوعي كمانة طبعا الابراج السنوية تسمعوا برشكن كمانة موجود عندي على تشانل هايدي الصورة اخدت لكم ياها هلا هايدي من عن بيت اهلي ببيروت بالاشرفية بس حتى تاخدوا فكرة وين انا هيك موجودة كل مرة بغيلكون شي فكيف اذا تكون ابراجنا اليوم برش الحمل اليوم نهار كتير حلو بكيف اك تعبتوا بعرف بهذا الاسبوع تعبنين حتى من عطلة الاسبوع اللي سبقت فهلا انتوا صرتوا على شط الامين واقوياء جدا ونهاية الشهر مفروض تكون ممتازة ونهاية السنة ممتازة جدا كلكون محسوسين اليوم بشكل خاص مواليد شهر ادار مارس برج الثور وتأثير الامر من مربع مع برجك من البيت الرابع بطلب منك تكون شوي متساهل اكتر شوي مرن اكتر بالتعاطي مع الامور بدنا نحاول انه نوصل لاخر ساعات سنة الـ 2023 ونحن مبسوطين فحاولوا مواليد برج الثور تتقبلوا برحة بتصدر كل شي بتشوفوه من حولكم طب عندهم من حدود وتمتنعوا عن الانفعالات بصراحة ما في الا لزوم الشمس دعمتكم من برج الجدي وانتم بالفعل من اقوى الابراج 25-26 نيسان ابريل الاكثر حفظا برج الجوزاء نهار سريع الايقاع هيدا شيء ممتاز بساعدكم وخاصة يلي بعد ما خلص اشغاله يخلص اشغاله بسلام وبسرعة وبفعالية اجواء ممتازة معكم ترافقكم الجمعة وايضا السبت فحاولوا مواليد برج الجوزاء انكم تكونوا عارفين شو بدكن لانو العجقة اللي بتاجقوا حالكم فيها يمكن ما الاحدود فكونوا وايين وركزوا ركزوا ما تشتتوا افكاركن خاصة يلي لازم ينتبه شوي هو 15-16-17 هزيران يونيو معاكسة من كوكب المريه قد تجذب المشاكل برج السرطان نهار جيد لالكن الامر وجوده في البيت الثاني داعم لالكن قوي لالكن بيعطيكم طاقات حلوة واوية وايجابية نهار ممتاز بساعد مواليد برج السرطان ليكونوا اقوية الثقة بنفسهم اوية كثير من الامور وصلتوا الى قناعات مختلفة ومتنوعة وانتوا هلا قدوا ادود فمواليد برج السرطان اجوائكم حلوة 23-24-25 هزيران يونيو 18-19 تموز يوليو فيكم تكونوا الاكثر حظا برج الاسد ومع وجود الامر ببرجكم انتم اقوية تتقدمون بسرعة قرارات كبيرة مهنية وغير مهنية بانتظاركم انتوا اللي بتقرروا انتبهوا معا تاخدوا قرارات متسرعة خدوا 3 ايام 4 ايام قبل ما تحكوا بالقرار يعني بعرف انه يمكن توصلوا بين اليوم والاحد الى قرار نفس معينة الى وضوح برؤية معينة لكن بتمنى ما تحكوا بهذا القرار لعلنا قبل ما يقطع الامر عن برجكم بس ما يقطع الامر عن برجكم لانه يمكن تكونوا يمكن تاخدوا الامور من منظار مختلف لانه بهذا 3 ايام رح يخطر عبالكم عدة خيارات عدة خيارات وعدة قرارات فما تتسرعوا فكروا في عنكم قوة هائلة لانه بتشوفوا الامور مثل ما هي لكن الطريقة اللي رح تطرحوا هالقرار يمكن تكون مرنة لدرجة تطلعوا انتوا بالنتيجة ربحانين برج العذراء اليوم نهار بطيء هنالك تباطؤ في سير الامور هنالك امور ما بتفيدكن هنالك امور فقط للتسلية فحاولوا تتسلوا وتنبسطوا ما تنزعوا الجو العام جو العام كتير ايجابي موالي برج العذراء انتوا عنكم مثلثات من المشتري ومن اورانيوس وايضا من بلوتو فانتم اقوياء بحد زادكن ما نكون بحاجة لحدا يسليكن بمعنى انه تعاون ساعد موالي برج العذراء هيك لا انتم اقوياء جدا جدا واليوم نهار صحيح بطيء لكن فيكن تفرحوا فيه وتكونوا من اكثر الابراش فرحا لانه بصراحة انتوا كول انتوا كول مع تلانين همشي بتاتا لكن يلي عنده سفر وعنده حجوزات يتأكد منا تماما برج الميزان نهار حلو لانه رح بساعدكن تفرحوا هناك جو من الايجابيات جو من الاخد والعطا جو من الاجتماعيات بينكم وبين مجتمعكم وهذا شيء جيد جدا حاولوا انه بهاليومين مثلا توصلوا الى قناعة توصلوا الى حل حلي لمسألة معينة ما تتركوها ليوم الاحد مساء رجاء نسمعوا برجكم الاسبوعي ضروري ما ولي برج الميزان خاصة اليوم الاحد اذا اليوم نهار سريع وحلو بتستفيدوا بتسمعوا اخبار حلوة والناس من حاولكم تفرح بوجودكم برج العقرب اليوم صحيح في عنكن ضغوط لكن هذه الضغوط عابرة من ضغوط كتير كبيرة حسب طبعا كل شخص فحاولوا ما تكبروها حاولوا تحلو الامور ضغري ضغري اميديتلي حلو الامور حلحلوها ضغري بتنحل يلي بترك الامور لبعدين بتكبر هالامور بتكبر المشاكل فيلي بيحلح الامور وبسرعة ضغري بتكون ضميركم مرتاح وبتكونوا من اكثر الابراج فرحا لذلك موالي برج العقرب ما تناموا على ضيم بالعكس حلحلوها لحتى تقطعوا سنة الـ 2023 ودحكتكن كبيرة كوكب الزهرة بيعطيكن حظوظ هائلة مواليد 17-18 نوفمبر برج القوس واخيرا بتفرحو من اول اسبوع ضغط 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 تعب 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 مواليد برج القوس بترتاحو اليوم خي مع انه كوكب المريخ بعدو ببرجكن لكن قريبا رح يترك برجكن حاولوا مواليد برج القوس كل الامور يلي انتو عام تشعروا فيها من ايجابيات او غير ايجابيات تحاولوها دايما دايما الى امور ناف على الكن والغيركن كوكب المريخ بيدايق مواليد 16-17 ديسمبر فكونوا حذرين لكن بقية المواليد وخاصة نوفمبر محظوظين عموما تأثيرات كوكب تأثيرات الامر من برج الاسد مهمة وجميع مواليد برج القوس بها 3 ايام بتلع لهم فرص ثمينة برج الجدي تعبته الاربعة والخميس هلأ الاجواء افضل مواليد برج الجدي بيعتبر هذا اليوم بيسرع بحلحلة امور تسوية امور هناك ضرورة عند مواليد برج الجدي يكونوا بعين ينتبهوا لاعمالهم ينتبهوا لشغلهم للتفاصيل اذا كان في مشكل مع حدا يحلح له هذا يوم للتسويات للدقة في العمل للتواصل الحيادي والمرن جدا والديبلوماسي مع الجميع طبعا لانه الشمس ببرشكن القرار بايدكن برج الدلو يوم معاكس تماما ويوم متعب جدا من الايام الاقل حظا انا نبهتكن عنها 3 ايام رجاء نسمعوا برجكن الاسبوعي ضروري ضروري مواليد برج الدلو يسمعوا برجكن الاسبوعي ما رح احكي عنه لازم تسمعوه اليوم يوم ضعيف بعد عن مشاكل ما تحطوا حالكم في الصفوف الامامية بعد عن المجازفة كليا المشكل ممنوع بتاتا برج الحوت يوم لا بأس به وان كانت الامور ضغطة وان كان هناك يمكن فيه شغل كتير لا بأس بذلك انتو بتقدروا ما في شي ضدكن بتاتا بعد مواليد برج الحوت يمكن بيشعروا بشوية انزعاج بشوية مدايقات يمكن عم نحكي بشكل خاص 22-23 شباط فبراير لانه صحل عندهم لكن بيعتبر مواليد برج الحوت اليوم نهارهم بالرغم من كترة الانشغالات انا برأيي اذا عنكن مسئوليات لسهرة راس السنة تخلصوها بسرعة وبطريقة صحيحة بختم مع مولود 29 يلي بتمنى له طبعا سنة كتير حلوة هي سنة سريعة سنة نجاح سنة امتيازات هيدي سنة يمكن يكون فيها تعاطي مع مسئولين او مع جهات كبيرة يمكن يكون تخرج يمكن يكون حلحلة لقضية قانونية او يمكن يكون مالية او بشغلكم مثلا هيدي سنة حلحلة اكثر من قضية اكثر من ملف با نتمنى الجميع يوم سعيد الى اللقاء باي باي